اختتمت مدينة تطوان المغربية فعالية مهرجان الشعراء المغاربة في دورته الثانية والذي نظمته دار الشعر بتطوان على مدى ثلاثة أيام وذلك بشراكة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة وزارة الثقافة والاتصال المغربية وبرعاية مشتركة بين صاحب السمو وشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس اختتمت بتتويج الفائزين بجائزة ديوان الأول للشعر العربي كريم القرغوري والتفاصيل الميرجان الأول شعراء المغاربة الذي تميز بمشاركة وفد يمثل حكومة الشارقة برئاسة سادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ووزير الثقافة والاتصال المغربي اختتم فعالياته بتتويج الفائزين بجائزة القايا الشار التي تبار فيها تلامتة المؤسسات التعليمية وكانت من نصيبة الميدر العوزي ثم جائزة ديوان الأول للشعر العربي وفاز بها شعر الشاب المصطفى رجوان عن ديوانه زهرة الفم طبعا المصابقة مهمة لأنهي الخطوة الأولى لأضع قدمي في مجال الشعر وطبع ديواني الأول في انتظار أن تطبع لي أعمال أخرى فس بالمرتبة الأولى المسابقة لإلقاء الشعري التي تنظمها دار الشعر بمدينة تتوان كذلك فس بالمحبة الكبيرة للأساتي ذاو تاكم الإدارة المؤسسة ديالي ولي كانوا يشجعوني المسابقة المدرجة ضمن فعالية هذا الميرجان الذي يقص شريط الموسم الثالث لدار الشعر بتتوان شكلت وحسب الكثيرين مع حطة مهمة لشعراء الشباب ترم تطوير مؤهلاتهم وصقل مواهبهم وإغناء الصحة الأدبية العربية بأسماء شعرية جديدة ودخور عالم الاحتراف بما يتماشى مع أداف مبادرة تأسيس بيوت الشعر في العالم العربي هقد وصلنا إلى حفل اختتام الدورة الثانية من ميرجان الشعراء المغاربة لتتويج سنة من الشعر هنا في تتوان وفي دار الشعر بتتوان ولتتويج الشعراء المتوجين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب هذا وتميزت فعالية ميرجان تتوان التي توصلت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة بين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والعاهلة المغربية الملك محمد السادس بتنظيم ندوات فكرية ومعارض تشكيلية تدور كلها في فلك الشعر إلى جانب تكريم بعض شعراء الكبار السيطار يصدر إذن على النسخة الثانية من مهرجان شعراء المغربة بتتوان ليقصى بذلك شريط ثالث موسم شعري لدار الشعر بتتوان من المؤكد أنه سيحمل مفاجآت جديدة كريم الخرقوري لأخبار الدار تتوان أقصى شمال المغرب